اشتركوا في القناة العلمية اللاتينية ثم الأوروبية بداية من القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حتى عاصل النهضة إذن إن شئتم كانت الثقافة اليونانية إن شئنا المؤثرة أو الرافدة الأساسي للغة العربية بأن بنت أو أقامت ثقافة علمية ثم كانت الثقافة العربية هي الرافدة الأساسية الذي بنت عليه الثقافة العلمية اللاتينية ثم الأوروبية الحديثة وهذا هو في حقيقة منطق التاريخ لأن الحضارات تتعاقب والثقافات الإنسانية تتقارض والسابق منها ينتقل أو تنتقل زبدته إلى اللاحق واللاحق يكون ثقافة جديدة لتعبر عن حضارة جديدة ثم تأتي فيما بعد ثقافة أخرى وحضارة أخرى وهكذا هذا ما عاشه العالم والعربية من حسن الحظ ومن ينبغي أن نفتخر به أنها كانت تعبر أو تصف حضارة قوية كبيرة هي الحضارة العربية الإسلامية وتصف ثقافة علمية عربية صميمة هي الثقافة العلمية العربية التي تولت عنها كما قلت فيما بعد ثقافة علمية أوروبية اعتماد أو انطلاق من الترجمة من العربية إلى اللغة اللاتينية المرحلة الثانية أو الحركة الثانية هي حركة الإحياء بعد أن عرفت العربية حركة الإنشاء في العصور الأولى وتطورت وازدهرت وأثرت تعرفون أنها قد آلت إلى ضعف حتى اضطر العرب في القرن التاسع عشر إلى قصد التاسع عشر الميلادي إلى أن يحاولوا إحياء ثقافتهم وكانت الوسيلة أيضا مثل الوسيلة السابقة هي الترجمة بنقل العلوم الأجنبية وهذا مشروع كان مشروع محمد علي في مصر كانت الغاية هي أن تنقل العلوم الأوروبية إلى اللغة العربية ولذلك تكونت مدرسة الألسن وأرسلت البعثات إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا وإيطاليا وكذلك إنجلترا لتعلم اللغات الأجنبية هو نقل الآثار العلمية الأوروبية عند إذن في قرن التاسع عشر إلى اللغة العربية لكن المشكلة كما تعرفون أن حركة الإنشاء قد آتت ثمارها بعد أقل من قرن تقريبا بدأ العلماء يترجمون ثم بدأوا يؤلفون ويبتكرون لكن الحركة الحديثة قد مر عليها أكثر من قرن لكنها ما زالت تعتمد الترجمة بعد ما زالت اليوم تعتمد على الترجمة لم تصل بعد إلى حركة الابتكار لم تصل بعد إلى الإنشاء والابتكار فما زلنا نأخذ وما زلنا نقلد وما زلنا لا نبتكر بعد لست أدري نرجو أن يسمح الله لنا بأن نخرج من هذه الأزمة التي نعيشها ونرجو أن لا يتأخر الأمر كثيرا لنرى علماءنا يبتكرون مثل ما ابتكر علماءنا السالفون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر